اهلا بكم الى نشرة الاخبار ونبدأها بالعنوين رئيس الحكومة يؤكد انه لن يستقيل من منصبه ويدعو الى ضرورة الاسراع بتركيز المحكمة الدستورية انتداب 2400 دكتور باحث على امتداد ثلاث سنوات والمشيشي يؤكد ان هذا الملف يعد اولوية الاولويات رئيس الوزراء الليبي المكلف يستهل مشاوراته مع الاطراف الليبية من اجل تشكيل الحكومة الجديدة اهلا بكم مجددا قال رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم انه لن يستقيل من منصبه وانه جنتي من جنود الوطن وعليه تحمل المسئولية كاملة تجاه الوضع السياسي الذي تمر به البلاد وذلك على همش حفل توزيع الجوائز بدوان الوطني للصناعات التقليدية في ظل المحكمة الدستورية المرحلة هذية اللي قاعدين نمروا بها اتحسسنا اللي قداش ضرورة تركيز المحكمة الدستورية اصبحت ملح واتذكرنا كذلك اللي قداش تأخرنا في المسار هذية واللي يظهر لي تواصل الوقت انا حتى كنتحدث معه كافة مكونات الطيف السياسي والطيف البرلماني ديما نستحثهم باش نسرعوا في مسار تركيز المحكمة الدستورية لأننا شفنا عدم موجود المحكمة الدستورية وين نجم يهزنا لن أستقيل لن أستقيل أنا جندي في خدمة البلاد هذية والجندي ما يزارتيش فما واجب توجيه البلاد هذية توجيه مؤسسات الدولة هذية وسيلبيجي رحمة الله عليه قاد رو لا جسين دل اتا أحال مكتب البرلمان قانونين أساسيين لخلية الأزمة لملاقشة تنقيح بعض الفصول من أجل الإسرع في تركيز المحكمة الدستورية محاولة من الكتل لتجاوز أي سيع قانونية يمكن أن تساهم في تأخير تركيز المحكمة باعتبارها عنصرا من عناصر البناء الديمقراطي قرر مكتب البرلمان إحالة مشروع قانونين أساسيين يتعلقان بتركيز المحكمة الدستورية على خلية الأزمة بالمكتب على أن يكون ذلك قبل يوم التاسع عشر من فيفري الحالي ويستهدف التنقيح الأول الفقرة الفرعية الرابعة من الفصل الثاني عشر من القانون الأساسي والتي وردت سياغتها كالتالي فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة يتم المرور إلى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة وفي حالة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء يتم تدارك النقص في دورة ثالثة بالمرشحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه وكانت لجنة التشريع العام بالبرلمان قد قدمت في شهر جوليا الماضي مقترحة قانون لتعديل القانون الأساسي للمحكمة الدستورية ينص على حذف عبارة تباعا الواردة في الفصل العاشر من القانون المذكور وذلك بإلغاء ترتيب التعيين من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية بصفة متتالية ويرى عدد من النواب أن التراتبية الواردة في نص القانون ليست هي المشكل في حد ذاته بل الإشكال يكمن في غياب الإرادة السياسية لبعض الأطراف في التسريع بتركيز المحكمة لا سيما رئيس الجمهورية رأي الناس تجي تفاهموا على أربعة من الناس يعديوا الأولى اللي ما رأى اللي يتواف انتظاه ومبعد يشدوا بالأخرين طيو هناك يعملناهم لأنا يكتباك واناك نعديهم وبالالتباه من أربعة أربعين أنت عندك فلان أنا عندي فلان أنت تتبقوا في أشخاص من بعد أنت تعديلوا يتارف عليهم بالأخرين نحن هاو بش نحاولوا نسرعوا فيها وهي حل من الحلول أمانة وكلهم من المنبرة داي اللي حتى كان نحن عملنا الأربعة والمجلس لعله أعمل الأربعة اللي هو الرئيس مستعمل الأربعة لأنه رئيس الجمهورية السيحالة يشوف يروحه هو أب الدستور وهو أب القانون الدستوري هو أستاذ ثورس وكل وكل شي ولي هذا أنا من المنبرة داي يقول مستعمل الأربعة وبش نقعدوا في المشكلة يذكر أن البلاد واجهت خلال وفاة رئيس الجمهورية السابق الباجي قايد السبسي أزمة دستورية حلت بالتوافق تنضاف إليها الأزمة الحالية الخاصة بالتحوير الوزري وضع يجعل من الإسرع في تركيز المحكمة واجب أخلاقي وقانوني لما تلعبه من دور مهم في الاستقرار السياسي وحل كافة الخلافات الدستورية وفق القانون رسلت أمس المحكمة الإدارية عفوا رئيس الحكومة هشام البشيشي حول الاستشارة التي تقدم بها بخصوص أزمة أداء اليمين دستورية وقضت بأن المحكمة الدستورية هي سلطة المخول لها للنظر في الإشكالات المعروضة وأن نقاط الوردة في الاستشارة هي اختصاص حسري للمحكمة الدستورية فقد أمس رئيس الحكومة آخر أماله في حل قانوني ينقذه من أزمة التحوير بأعلن المحكمة الإدارية أنها غير مختصة للنظر وأن المحكمة الدستورية هي السلطة المخول لها النظر في الإشكالات المعروضة استشارة أعلنت المحكمة الإدارية أنها غير مختصة للنظر فيها وأن النظر في تنزع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة اختصاص تحتكره المحكمة الدستورية وبذلك أسقطت أهم وارقة كان رئيس الحكومة يلوح بها لدفع الرئاسة إلى التفاوذ وإيجاد حل وسط وارقة كان المشيش يدرك أنها ليست بتلك القوة الإجرائية لتدفع الرئاسة إلى التنازل ولكنه أراهن عليها بكل ما لديه ضمن تصور للخروج من الأزمة يقوم على المرور بقوة واستعمال بند الإجراء المستحيل لتجاوز عقبة الرئاسة المتمثلة في أداء اليمين الدستورية وأمامر التسمية ويقول متابعون أن رد المحكمة الإدارية سيزيد من تعمق الأزمة المتعلقة بأداء اليمين الدستورية وربما قد يحولها إلى عطالة حكومية وهيكلية حادة فهل من مخرج للأزمة في ظل تمسك كل طرف بشرعية المسار الذي توخاه وفي ظل غياب المحكمة الدستورية غياب المحكمة الدستورية دفع برئيس الحكومة هشام المشيشي إلى البحث عن إيجاد حلول لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزري باجتماعه بأساتذة القانون الدستوري وعمداء كليات الحقوق الذين أكدوا أن الحل لا يجب أن يكون ذو طبيعة سياسية معتبرين أن الحل القانوني قد يدفع إلى مزيد تأزم الأوضاع رغم وجهته أزمة التحوير الوزري تشتد وبدأ رئيس الحكومة يفقد أورقه أمام تعنت رئيس الجمهورية الرافذي للكشف عن الوزراء التي تحوم حولهم شبهة فساد حتى يتسنى لرئيس الحكومة اتخاذ ما يره مناسبا في شأنهم إصرار رئيس الجمهورية على حرق كل مراكب العودة والذهب بعيدا في تعطيل مصالح الدولة قد يدفع بمسار الانتقال إلى حافة الانهيار ويزيد من وضع الاحتقان بين مؤسسات الدولة التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن والعمل من أجل إخراج البلاد من أزمتها المعقدة أصدر رئيس الحكومة هشام المشيشي قرار انتداب 2400 دكتور باحث على امتداد ثلاث سنوات قرر نياتي إثر زيارته مساء أمس لمقر اعتصام الدكاتيرا المضربين وتأكيده أن هذا الملف هو أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة الحالية بعد أشهر من اعتصام الدكاتيرا المعطلين عن العمل والذي دخل بعضهم في إذرى بجوع كخطوة تصعيدية ونظالية من أجل أن تتحقق مطالبهم المشروعات في التشغيل ها هي اليوم تتحرك السلطات نحو وقف هذا النزيف فقد قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي انتداب 2400 دكتور باحث على امتداد ثلاث سنوات في إطار المدرسين الجامعيين والوظيفة العمومية والقطاع العام وذلك انتلاقا من السنة الحالية عبر انتداب 800 باحث يليهم 800 في السنة القادمة ثم 800 خلال سنة 2023 وذلك عبر إدراجه في قانون المالية التكملي لسنة 2021 قرار يأتي بعد اطلاع رئيس الحكومة على كل إشكالية وجوانب هذا الملف رفقة وزيرة التعليم العالي ووزيرة الوظيفة العمومية وبالتشاور مع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض ممثل الدكاتيرة الباحثين خلال اجتماعات في رئاسة الحكومة آخرها اجتماعوا مساء أمس بمقر وزارة التعليم العالي أين تم التداول والاستماع إلى الدكاتيرة المعطلين وبحث سبول انفراج الأزمة وإيجاد حلول جذرية ينتفع بها الدكاتيرة وأشار المشيشي لأن هذا الملف يعد أولوية الأولويات مؤكدا أن الدولة التونسية لا يشرفها اليوم أن تبقى نخبها في حالة تعطل قرار وصفه بأنه لن ينهي أزمة الدكاتيرة المعطلين إلا أنه يعتبر بداية جدية لحل جذري لهذه المعضلة الدكاتيرة تفاعل إيجابيا مع هذه الخطوة وأثنوا عليها أين دع البعض إلى ضرورة أن تراعي الانتدابات في صفوف حامل شهائة الدكتوراه التحسيل العلمي وأن لا يتم احتساب الترقيات المهنية ضمن هذه الانتدابات فيما شدد البعض الآخر على ضرورة الالتزام بخارطة طريق واضحة للانتداب وتشريكهم في كل مسارات التفاوض لوضع آليات استراتيجية لانتداب هذه الفئة من المعطلين والاستفادة من خبراتهم لصالح بلادنا خطوة إيجابية نحو الانفراج يقابلها الوضع المالي المتعثر وأزمة الانتدابات الحارجة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات إلا أن هذه القرارات تنتظر التفعيل الحقيقي على أرض الواقع أكد وزير التربية فتح السلوتي أنه تم قرار اقتطاع خمسة أيام من الأجور للإداريين والقيمين والقيمين العامين المضربين بداية من شهر فيفرال حالي في انتظار استكمال خصم يهيام الإضراب تدريجيا خلال الأشهر القادمة في إطار ما اعتبره الوزير تطبيقا للقانون وفيما يخص القناة التربوية كشف الوزير أنه تم شروع في تسجيل محتوى الدروس للأقسام النهائية منذ عشرة أيام وسينطلق بث هذه القناة في أقرب الأجال نفذ معلم المدارس الابتدائية في ولاية توزر الضرابا جهويا حضوريا في قطاع تعليم الأساسي تنفيذا لقرارات اللائحة المهنية الصادرة يوم الحادي والعشرين من جنو في الماضي وذلك على خلفية التأخر في دفع مستحقات المعالمين الحاصلين على الإجازات التطبيقية في علوم التربيات صيلة 17 شهرا وفق كاتب عام الفرح الجميعي للتعليم الأساسي علي الشابي الذي أكد أن هذا الاضراب جاء بعد سلسلة من جلسات التفاوض مع المندوبية الجهوية للتربية في موضوع آخر عادت الاحتجاجات صباح اليوم لمدينة تطوين بعد أن شهدت هدوءا إثرى أحداث الأمس ومنعت وحدات الجيش الوطني مساء أمس أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور ومجموعة من الشباب المحتجين من دخول محطة الضخ رقم أربعة بمنطقة الكامور الكامور عفونا نفتية وعلى طريق المؤدية إليها وغلقها وهدد المحتجون بغلق محطة الضخ بالكامور بسبب ما اعتبره عدم احترام الحكومة لالتزاماتها وعدم تنفيذ القرارات المبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد في الخامس من نوفمبر الماضي بأجالها التي حددها الوفد الحكومي المجتمع بالوفد الجهوية الأسبوع الماضي وللحديث أكثر ينظم إلينا مراسل قناة الزيتونة عبر الهاتف من تطوين هيثم محذي أهلا بك هيثم إذن سنعود بعد قليل نوصل نشرتنا حيث توصل العمل بالإجراءات الوقائية لغاية 7 من شهر مرسى القادم مع تأكد وزير الصحة فوز المهدي تسجيل بوادر إيجابية نسبية هي أبرز مخرجات اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا مساء أمس في اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا في قصر الحكومة بالقصبة وبمشاركة عدد من الوزراء وعضاء اللجنة العلمية وعدد من القيادات الأمنية أشار وزير الصحة فوز المهدي إلى أن هناك تسجيل بوادر إيجابية نسبية في الوضع الوبائي نسمى بوادر إيجابية نسبية جدا لذا يجبنا نواصل في تطبيق الإجراءات الوقائية علاش؟ أول حاجة مش نرجعوش كما الفترة الأخيرة ونسجلنا تراجع في الأعداد بعد وقع التراخي وسجلنا أقصر أعداد الوفيات اللي بلغتها تونس جراء هذا الوباء كما شهد عدد الوفيات استقرارا وتراجعا ملحوظا في نسبة إيجابية التحاليل إلى 20% بعد أن تجاوزت الثلاثين في الأسابيع الفارطة كل هذه المؤشرات لا تنفي ضرورة استكمال الحرس والتوقي مع مواصلة العمل بالإجراءات الوقائية التي الحالية إلى غاية السابع من شهر مارس القادم إجراءات من الواضح أنها آتت ولو جزءا قليلا منها أكلها بتأكيد من رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي أشار إلى بداية استقرار على مستوى عدد الإصابات بفيروس كورونا فبتاريخ العشر من شهر فيفري الحالي تم تسجيل 828 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 449 عددا للمتعافين فيما بلغ عدد الوفيات 51 حالة منتصف هذا الشهر أو أسبوع بعده هو موعد تلقي تونس التلقيح المضادة لفيروس كورونا وفق ما أكده مدير معهد باستور الهيشمي لوزير إثر اجتماع مساء أمس بوادر انفراج الوضع الوبائي وفق وزير الصحة فوز المهدي فبعد أن عبث فيروس كورونا بالبلاد وأحدث أزمات على الصعيد الصحي والاقتصادي نشهد اليوم نوعا من الاستقرار النسبي على أمل أن يتطور الوضع ويتحسن وتنفرج الأزمة عودة على الاحتجاجات التي تشهدها منطقة تطوين ينضم إلينا عبر الهاتف مرسل قناة زيتونة هايفم محضي أهلا بك هايفم هايفم نعم كيف هي الأجواء هل عاد الهدوء ولازال هناك بعض الاحتجاجات ربما في منطقة الكامور نعم إذن تقريبا يمكن أن نقول اليوم بأن التواصلات اليوم لليوم الثاني على التوالي بعد احتجاجات مثلا أمس وفي احتجاجات ليلية الباحث في تطوين تواصل اليوم الاحتجاجات عدد من الشباب وليت تطوين لمطالبة حكومة المشيشي بتطبيق كامل بلود اتفاق الكامور المبرد بين الطرفين ووكرة العمل الماضي اليوم الميات من المحتاجين قاموا بصباح اليوم بإغلاق عدد من الطرق وسط المدينة وفي عدد من المدن وليت تطوين قاموا أيضا بشعال العجلات المطاطية يظهر أن ليلة البارح قوات من الجيش التونسي في الصحراء قامت بمنع متظاهرين من المصول إلى محطة ضخل نفط والغار في الكمور لإعادة غلقها تنسيقية الكمور وهي التنسيقية التي تتبنى هذا الاحتجاج تنسيقية الكمور تقول بأن غلق محطة ضخل نفط والغار ليست هدفا في حد ذاتها بل هو وسيلة لتحقيق المطالب تحمل أيضا المسؤولية الكاملة لحكومة المشيشي خاصة بعد رجوع حالة الاحتقال في الجهة كما تدعي للتطبيق الفوري لهذا الاتفاق يظهر أنه تقريبا أهم نقاط الاتفاق فنص على تشغيل ٥٥ عاطر عمل من شباب المنطقة في الشركات المركية والبيترو يعني أن النفط والغاز العاملة بالصحراء أيضا نقطة تهم تمنى صندوق الاستثمار جميزاني قدر ٨٠ مليون دينار وتمويل عدد من المشاريع لفادي الشباب الجهة وهذه الجهة التي ربما غنية بمخصوم كبير من النفط والغاز ولكن هي تسجل على نسبة البطالة في البلاد وتحتل المرتبة الأولى في البطالة بيترو نعم هيثم محظي مرسل قناة الزيتون إلى تطوين شكرا جزيلا لك وسيكون لنا متابعة لآخر تطورات في متاقة تطوين في قادم موعدنا الأخبارية تحسن ملحوظ في الوضع الوبائي في جهة اسفاقس مؤشر جاء بعد تراجع نسب الوفيات ونسب المقيمين في قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي الهدي الشاكر لكن الحذرة لا يزال مطلوبا عرف الوضع الوبائي في الأولى الأخيرة تحسن نسبيا جاء هذا التحسن كمؤشر إيجابي فيما يخص إصابات كورونا في مختلف أنحاء العالم المندوب الجهوي للصحة بجهة اسفاقس أكد على تراجع نسبة البصابين بالوباء في تصريح لقناة الزيتونة كما تلاحظوا بالنسبة الجهة الصحية باسفاقس حاليا فم مؤشرات إيجابية بتعلق بالوضع الوبائي بالجهة خصوصا نقوله في نسبة إيجابية في التحاليل المجرات اللي هي هبطت حتى الأقل من 20% التحسن هذه نتج على برشة عوامل خاصة وهم حاجة ونحب أن نأكد عليها هو أنه نقص إمكانية العدوى اللي هي كانت نتج على الإجراءات الأخيرة التي اتخذت التراجع في عدد الوفيات ونسب الإصابات وانخفاض وطيرة عمل قسم الإنعاش بالمستشفيات لا يعني انتهاء الخطر فالحذر لا يزال مطلوبا هذا الكل نجم يتبدل في وقت قصير ونجم نرجع الارتفال العدد إذا كان المواطن ما احترمش قواعد الوقاية المعروفة اللي ديما نحكي عليها إن شاء الله نقول بالتلقيه هو باحترام هو مزيد احترام ماذا بنا القواعد هذا نقعد في المستوى هذه استعدادا لأي انتكاسة تتعلق بالوضع الصحي لمصاب كورونا يتواصل جهد الإدارة الجهوية للصحة بيسفاقص في اقتناء معدات طبية لمقاومة أي طارئ يخص كوفيد-19 يجب أن نكونوا حاضرين لأي طارئ وهذا كما نطلب من المواطنين أنهم يحميوا رواحهم قاعدين نحن من الجانب العلاجي نحضروا في رواحنا كل كسواء توفير التجهيزات بأعداد الوحدات اللي هي لقدر الله اللي كانت تصير انتكاسة في الوضع الوبائي نكونوا حاضرين هذا بالإضافة للمركز الوطن انتكافل بحالة كوفيد بيسفاقص انخفاض في عدد الإصابات في عدة دول أخرى ولقاحات أثبتت جدوى معقولة في إيجاد مناعة ربما تكون مؤشرات إيجابية بخلاص العالم من فيروس كورونا لكن مواصلة الوقاية الفردية مسألة لا يمكن التهاون بها في ظل مستقبل مجهول لفيروس كورونا بعد تأجيل العام الماضي بسبب فيروس كورونا وقيم اليوم حفل توزيع شعرات إسناد قروض لفائدة الحرفيين وإسناد جوائز للمسابقات في فن الابتكار والتجديد في الصناعات التقليدية نظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية في دورته السابعة وثلاثين الصالون الوطني للابتكار في الصناعات التقليدية لسنة 2020 نظم حفلا لتوزيع إشعارات إسناد قروض المال لفائدة الحرفيين وإسناد جوائز للمسابقات في فن الابتكار والتجديد في الصناعات التقليدية الذي تم تأجيله خلال السنة الفارتة بسبب جائحة كورونا اليوم معنا نشاط في الديون الوطني الصناعات التقليدية تسليم جواز الابتكار في الصناعات التقليدية والإعلان على الفيزين في ثلاث مسابقات الخاصة بالابتكار هي مسابقة الابتكار في فنون الطاولة مسابقة الابتكار الخاصة بهدية الصناعات التقليدية والمسابقة الخاصة بالطلبة تعرف اللي تم تأجيل يعني دورة 37 يصالون الابتكار في صناعات تقليدية اعتباراً للظروف السحية تمر به البلاد وتوقياً من فيروس كورونا دونك تم تأجيل الإعلان على الفيزين وليوم حبينا معناها بعد نزيدوش نوخروا عليهم نعطيهم الجويز متاحهم من جهته أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي على ضرورة العناية الفائقة بصناعات تقليدية وخاصة الحرفيين المتضاررين من جائحة كورونا قطاع الصناعات التقليدية اللي هو قطاع فيه أفاق كبيرة يسر قطاع يشغل قرابة 350 ألف عامل قطاع فيه جانب ابتكار كبير يسر وقطاع قادر زادة كذلك على استقطاب العديد من أصحاب الكفاءات والشهادات العليا أنا شفت العديد من الوخيان الهناه كلهم خرجي مدارس التعليم العالي ورينا اللي فهمة كرياتيفيتي كبيرة يسر نحن نحب نخدم عليه القطاع هداية والقطاع هداية زادة بشعاونة في ما بعد جائحة كورونا لأنه احنا الإجراءات اللي تم اتخاذها لفائد القطاع الصياحي بصفة عامة ولفائد قطاع الصناعات التقليدية الغاية منها كانت المحافظة على الناس هدومة المحافظة على القدرة متاحهم على العمل باش من بعد انفواء إن شاء الله ينحصر الوباء وقاعد الحمد لله قاعد فيما مجهود كبير يسر في الاتجاه هداية إن شاء الله من بعد نخدم عليه ما بعد كوفيد تعتبر الصناعات التقليدية وكل الفنون الحرافية من أكبر القطاعات المتضررة مؤخرا من جائحة كورونا نظرا لارتباتها الوثيق بالوضع العام بالبلاد وخاصة من حيث العرض والطلب والسوق الاستهلاكية التي تراجعت بعد غلق الأسواق وتواصل حذر الجوالين من الأخبار الوطنية إلى أخبار العالم استهل رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبا مشاوراته مع الأطراف الليبية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وأوضح المكتب الأعلامي لرئيس الوزراء المكلف أنه منتزم بالإطار الزمني المحدد في خريطة الطريق التي وقع الاتفاق حولها في جونيف وسيتم أثر تشكيل الحكومة عرضها على البرلمان من أجل نيل الفقة وذلك في إطار القرارات المتخذة في الحوار السياسي ذرب زلزل بقوة 4.5 درجات على سولم إيرشتر فجر اليوم الجمعة ولاية قستمون شمال تركيا وحسب ما فدت به دارة الكوارث والطورة التركية إن الزلزال وقع وسط الولاية وعلى عمق حوالي 7 كيلومترات تحت سطح الأرض هذا ولم ترد حتى الآن يتقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال حسب المعطيات الأولية نذكركم بالعنوين رئيس الحكومة يؤكد أنه لن يستقيل من منصبه ويدعو إلى ضرورة الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية انتداب 2400 دكتور باحث على امتداد ثلاث السنوات والمشيش يؤكد أن هذا الملف يعد أولوية الأولويات رئيس الوزراء الليبية المكلف استهل مشاورته مع الأطراف الليبية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة ختم نشرة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة